موسيقى لا طالما دابت جماعة الإخوان المسلمون في مصر على وجه الخصوص على تصوير نفسها على أنها مثال للوسطية والاعتدال المتقبل للحوار مع جميع التيارات لكن تاريخ الجماعة الطويل وصولا إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير وما بعدها يكشف أن الجماعة اتخذت موقفا يتسم بالغموض بشأن الطابع المدني أو الديني للدولة وتقلبت مواقف الجماعة وعلاقاتها ببقية التيارات الإسلامية المختلفة من الشك والعداء إلى التنافس ثم التحالف وبعده القطيعة وذلك وفقا للظروف السياسية وحسب ما تمليه وتقتضيه مصلحتها في المقام الأول على الدوام كانت جماعة الإخوان المسلمين تضع نفسها على يسار أي فصيل إسلامي آخر تقدم نفسها باعتبارها تشزيدا للإسلام المعتدل والمنفتح على التيارات المدنية موقف الجماعة من مدنية الدولة أو الدولة الدينية بقي على الدوام مراوغا تجربة حكم الإخوان القصيرة في مصر أسقطت الكثير من الأقنعة عن وجه الجماعة وعلاقاتها مع بقية التيارات الإسلامية علاقات شك متبادل أو عداء ظاهر تحولت إلى تحالفات قبل أن تعود للقطيعة ثانية الدعوة السلفية ممثلة في حزب النور هي المثال الأوضح على تقلب مواقف الإخوان وفقا لمعايير المصلحة علاقة الإخوان مع السلفيين تحولت من الشك إلى التنافس الشرس في الانتخابات البرلمانية أعقبه تحالف انقلب سريعا إلى قطيعة تنافس الفريقان بشراسة في الانتخابات النيابية احتلال النور للمرتبة الثانية في مجلس الشعب فرض على الإخوان احتواءهم والتعاون معهم وتحالف الطرفان معا لتمرير دستور عام 2012 لكن بوصول مرشح الإخوان محمد مرسي للرئاسة تغيرت العلاقة تجهل الإخوان حلفاءهم في توزيع غنائم السلطة وبدأت العلاقة في الفتور إلى أن انتهت بالقطيعة والتخوين مع انحياز السلفيين لثورة الثلاثين من يونيو كرر الإخوان نفس التجربة مع حزب الوسط المكون من كوادر منشقة عن الجماعة العلاقة مع الجماعة الإسلامية التنظيم الأكثر عنفا في مصر كانت الأكثر كشفا لتناقضات الإخوان أبقى الإخوان على مسافة كبيرة ظاهرة مع الجماعة لكن هذا البعد لم يكن حقيقيا باستمرار يستنكر الإخوان عنف الجماعة الإسلامية رغم أن جذور هذا العنف هي أفكار الإخوان تقارب الإخوان تدريجيا مع الجماعة الإسلامية ممثلة في ذراعها السياسي حزب البناء والتنمية بلغ هذا التقارب ذروته في الأسابيع الأخيرة من حكم الإخوان بعد فقدان تحالفاتهم السابقة مع القوى المدنية أولا ثم حزب النور لاحقا الفترة التي سبقت سقوط نظام الإخوان والتي أعقبته مباشرة تحول فيها الإخوان والجماعة الإسلامية لما يشبه تنظيما واحدا كان رموز الجماعة وقادتها هم من يدعون ويتصدرون مظاهرات واعتصامات الإخوان وتحولت منصة اعتصام رابع العدوية لمنبر تحريض لقادة الجماعة الإسلامية الذين كان بعضهم مطلوبا أو محكوما في قضايا إرهابية ينضم إلينا الآن من عمان الباحث في شؤون الجماعات المتشددة الدكتور حسن أبو هنية مساء الخير دكتور حسن مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار فيما يتعلق بمصر تحديدا لماذا أخفقت جماعة الإخوان في بناء علاقات جيدة مع من يفترض أن يكونوا حلفاء طبيعيين سواء حزب النور السلفي سواء التيارات الإسلامية الأخرى قد يعتقد البعض أن هؤلاء أقرب فكريا لهم وقد يكون هناك نوع من التحالف الطبيعي لماذا لم تنجح الجماعة في إقامة مثل هذه العلاقات أعتقد هذا هناك مشكل كبير مشكل يتعلق بالجانب الأيدولوجي الفكري ومشكل آخر يتعلق بالجانب الهيكل التنظيمي كانت لا تزال الجماعة لديها أفكار ملتبسة على أسعيد الأفكار المتعلقة بالدولة المدنية الديمقراطية التعددية كل هذه القضايا لم تكن محسومة بشكل مطلق داخل الجماعة وبالتالي كانت بناء التحالفات دائما وقتية وليست دائما على صعيد الهيكل التنظيمي الجماعة كانت تتصرف دائما ولا تزال تتصرف بأنها كانت تمثل لا تفكر بعقل الدولة حتى هذه ربما أحد أكبر إخفاقات الجماعة الإخوان المسلمين في مصر التي تسببت ربما في كثير من الفرقاء ممن حتى كانوا شركاء في مراحل تاريخية لانفضاض عن الجماعة بسبب هذا المشكل لعقل التنظيم وليس عقل الدولة عندما تحولت الجماعة من التنظيم إلى الدولة بقيت تفكر في الإطار التنظيمي وبالتالي ربما هذا المصطلح الذي أصبح شائعا لا إحقا موضوعة الأخوانة وكأن هناك تعامل ذات طبيعة براغماتية ولكن كل نتاج التحولات أو المكاسب كانت تصب في مصلحة التنظيم ولا تنعكس على الفرقاء أو الحلفاء السياسيين ليفترض أن يكونوا شركاء في قضية محددة كل هذه العمليات أدت إلى انهيار جدران الثقة ربما المثل الذي جاء في التقرير ربما يكون أصرح مثال وهو حزب النور السلفي عندما كان حلفاء لجماعة الإخوان المسلمين ولكن فيما بعد شهدنا عملية بناء الثقة كانت تسير بشكل سيء وبالنهاية انتهت إلى نوع من القطيعة والعداء لأن لم تكن هناك التحولات التحولات الميدانية في مصر على سين المثال وفي مناطق عديدة في العالم العربي والإسلامي كانت أسرع من وطيرة التحولات الفكرية الأيدروجية والبنائية الهيكلية للتنظيم لم يكن قادر على مواكبة هذه التحولات وبالتالي التقدم بمبادرات تعمل على عادة بناء الثقة بين الجمهور بشكل عام العادي وبين الفرقاء السياسيين من جهة أخرى مع أن البعض قد يعتقد دكتور حسن بأن جماعة الإخوان التي طرحت دائما نفسها على أنها نموذج للإسلام المعتدل نموذج للبراغماتية مع ذلك لم تتعامل بشكل براغماتي مع مجريات الأمور في مصر بينما مثل حزب النور على سبيل المثال الذي هو ربما أكثر تشددا عقائديا وفكريا منها تمكن من ذلك لماذا برأيك؟ لأننا أعتقد حزب النور لا يتوفر على هيكل تنظيم التاريخي هو تشكل بعد ثورة يناير وبالتالي لم يكن لديه هذه الصلابة التنظيمية المبنية على أخلاقيات الطاعة السمع والطاعة بينما تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم تاريخي هو أقوى التنظيمات في المنطقة بعد الدولة ذاتها يعني واعتبر يشبه الدولة داخل الدولة في عمليات بناء هيكل تنظيمي مكون من بناء ضخم يبدأ من القواعد الشعب الأسر وصولا إلى مكتب الإرشاد وفق عمليات صارمة هذه العملية ربما كانت يعني معيقة للتحول وبالتالي كانت هذا أصبح مع الزمن حدث نوع من التصلب والجمود الهيكل التنظيمي وبالتالي شاهدنا عندما كانت تحدث أزمة أحيانا لا يعرف المواطن أو الإنسان العادي أين يذهب بل يذهب إلى الدولة بعد أن استلم الإخوان الحكم أم يذهب إلى مكتب الإرشاد أو مجلس شورة الجماعة هذه الازدواجية التنظيمية وكذلك على الصعيد أيضا الازدواجية أصبح هناك هيكلان يعني هيكل ما يسمى حزب سياسي العدالة والحرية والعدالة وهناك الجماعة فيما القرارات تأخذ في مكتب الإرشاد أو مجلس الشورة هذه المشكلة الازدواجية نشهدها الآن في بلاد عربية ومنها الأردن هذه المشكلة لم تحل صلابة هذا التنظيم والجمود مع تطورات والانفتاح والديمقراطية والتعددية هذا يصبح عائق أمام التحول وبالتالي شاهدنا حتى مطالبات من داخل الجماعة نفسها الانتقال على الصعيد التنظيمي من الموضوع الهيكلي العمودي التقليدي إلى الموضوع الشبكي وكذلك على صعيد الفكر الانتقال نحو موضوعة هوية جامعة وبالتالي استدخال أفكار متعلقة أكثر انفتاحا على مواضيع المواطنة الديمقراطية الحرية وكل ما يتعلق بالحداث السياسية أخيرا دكتور حسن خروج جماعة الإخوان من المشهد السياسي في مصر في السنوات القليلة سنتين الماضيتين تقريبا البعض أعتقد أن هذا الفراغ قد يملأ تيار إسلامي أكثر لبرالية أكثر براغماتية ولكن لم نرى هذا الأمر لماذا برأيك؟ أعتقد هذه مشكلة الدولة العربية حاليا أعتقد أن الدول العربية لم تستطع لأن في النهاية أعتقد أن الإخوان المسلمين هم يعبروا عن أزمة الدولة الوطنية الدولة التاريخية الاستبدادية ولذلك ما لم يتم هناك عملية انتقال ديمقراطي حديق حقيقي ليصعب أن توجد حركات ما بعد إسلام سياسي بمعنى إذا شهدنا في تركيا مثلا أو في المغرب كان هناك إجراءات من قبل الدولة في المغرب أو في تركيا على الصعيد الدستوري القانوني السياسي بالانفتاح والديمقراطي وبالتالي ظهرت حركات تتبنى ذات الإطار الدولة الوطنية الحديثة وتمكنت من إنجاز هذا الاعتدال وتطور في العالم العربي أعتقد لا يزال هذا الموضوع لم يظهر إلى السطح بشكل ولم يتبلور مثل هذه المقاربة في مشمولية الاندماج ولذلك يبدو أن البديل كان يعني عن الإخوان المسلمين هو جماعات ذات أكثر راديكالية كجماعات الدول الإسلامية داعش أو جماعة القاعدة ولذلك أعتقد على النظام السياسي مسؤولية كبيرة في عمل هذا الانفتاح وهذه الديمقراطية والتعددية لتشجيع لإظهار فعلا هذا التحول وحتى يساعد الإخوان ذاتهم إلى التحول إلى حركات مع بعض الإسلام السياسي لأن أعتقد فقدان جماعة الإخوان على الرغم من كل ما حدث تبقى هي الجماعة التي هي معتدلة وقابلة للتطور على الرغم من هذه عمليات الصلابة الأيدولوجية والتصلب الأيدولوجي والجموذ التنظيم لكنها هي الجماعة الوحيدة التي شاهدنا أنها قادرة في العالم العربي على تحدوث نوع من التكيفات قادرة على الخضوع لمفهوم الدولة الوطنية وبالتالي الانتقال إلى مرحلة ما بعد الإسلام السياسي شكرا لك الدكتور حسن أبو هني البحث في شؤون الجماعات المتشددة كان معنا من عمان